موسيقى حياكم لكم مشاهدي ومتابع قناة بريتي في شاشة وطن وهنا وسلم بكم حلقة جديدة من برنامجكم برنامج المعتمد يوم حلقتنا مخصصة حول ارتفاع أسعار العقارات الأسباب والحلو ورح تعرف على التفاصيل أكثر من خلال ضيوفي لحشاركون الحديث ورحب بداية بدكتور دوريت شاكر الخبير الاقتصادي حكرا دكتور أهلا وسهلا نعم بداية دكتور يوم ارتفاع أسعار العقارات بشكل مخيف ومرعب للمواطن العراقي بالتالي ما هي الأسباب السلام عليكم شكرا على الدعوة كثير تحدثوا العالم المختصاصيين على موضوع ارتفاع الأسعار وهي معظمها خارجية وليس داخلية القوة الشرائية داخل العراق أشبه بالمحدودة لوجود مستويات من الفقر جدا عالية ومتوسطين داخل اللي ما يقدرون يكونون نفسه ويشترون بيوت بعد الأزمات اللي صارت بدول الجوار أغلبها واللي فلوس العراقيين بيها بدوا يعيدون بعض المبالغ لغرض الاستثمار بالداخل اللي هو أكثر أمانا من أغلب أو كل دول الجوار فتوفرت قوة شرائية عد البعض خلقت طلب استثنائي طلب استثنائي وبمناطق معددة من بغداد وحتى من المحافظات تحولت إلى أراضي الزراعية كذلك فصار طلب من أصحاب رؤوس الأموال وليس من المواطنين وقال الطلب من المواطنين محدود نتيجة محدودية الدخل ومحدود نتيجة عدم جدية كل المسؤولين المعنيين أو المعينين نعم يعني احنا لاحظنا كم مبادرة صارت على الإسكان والمضحك أكثر كم وزير جاع الإسكان والأكثر إذاء كم وزير تحدث بإسكان الموظفين ماكو نتيجة ماكو نتيجة مبادرات البنك المركزي ثلث المبادرة ما للإسكان ما انسحبت 31% من مبادرة الإسكان يعني هناك معوقات الجهات المعنية مدى تنتبه لها يعني وزير ورئيس وزراء يطرح مشروع ماينفذا كان صار تخففت الأمور على المواطن رئيس وزراء قرار توزيع أراضي ومبادرة يأخذها تصير ورقية وبدون متابعة زين كم وزير اتولى وزارة الإسكان عديد من الوزارة تمام نعم وزير الإسكان ما استطاع يوفر لوزارته هذا ما لازم بقية الوزارات أنت وزير الإسكان ما وفرت الوزارتك لمونتسبي وزارتك وحدات سكنية زين هذا شون يحل مشاكل الإسكان عند المواطنين إذا هو الشخص المخول والمعني والمباشر وكل هذا اللي يلتمن به موفر وحدات سكنية لمونتسبي وزارته يعني اللي تقصد اليوم موظفين اللي يعملون داخل وزارة الإسكان وما اليوم بدون سكن اسألوا نعم وحال حال المواطن العراقي راتبة ثلاثمائة ألف أربعمائة ألف خمسمائة ألف مليون مليون ونوص راتبة فكر أي وزير إسكان أن يهيئ برنامج إسكان لموظفي بالاتفاق مع وزير مع محافظة البنك المركزي على القروض اللي قدمت أو اللي خصصها البنك المركزي للإسكان ولا وزير أنا ذكرت وزير الإسكان لأن تماث مباشر نعم بس أي وزير من وزراء الدولة كلها ما وفر وحدة سكنية وحدة سكنية برأيك شنو السبب؟ الخلل وين؟ فساد سوء تخطيط عدم الاهتمام عدم شعور جدية الموضوع بين بيناتهم يعني من يقعد من يلسي الوزراء بأي مرحلة من المراحل ويناقش أزمة السكن من المعنى بيها؟ يعني وين نطلعون ونحجي بالنبوزراء من بره؟ غير أنتم المعنيين؟ بادر البنق المركزي والله ما أدري حجم المبادرة جاءت كانت مال الإسكان فكر وزير أن ييجي مدير عام إبادر ما لاحظنا طبعا العراق ده يزداد بس لثمانمائة سمع بيت ألف الشباب ده تكبر يريدون بيوت يريدون سكن قاعد يوية هلهم يريدون سكن ماكو يعني الحمد لله هو بكل شيء ماكو اهتمام لماذا الحكومة اليوم ما تتضع خطة لموضوع المم السكان اللي ده صير؟ ثمانمائة وخمسين ألف إلى مليون وحنا اليوم بتزايد سنويا أنت تصوري لازم توفرين ومن أزمة السكن خاصة من أهملت سنة أو سنتين صارت عقدة صارت مضاعفة يعني مرة يقولون أربع ملايين واحدة سكنية نريد مرة يقولون خمس ملايين طلعت وزارة التخطيط قالت عدد حملت السندات جقد بالعراق كم مواطن عنده واحدة سكنية أو أكثر هاي ما نعرفها ماكو صائية؟ ماس أمعين عنها وليش الحكومة اليوم متويح صائية؟ هو سبعة آلاف ليش يكون ليش بس على السكن؟ مع أن السكن موضوعة السكن فقرة أساسية وتنموية تحرك الاقتصاد كله برأيك لونش قد العدد المواطني من يكون ملك الصرف ما أعرف إذا بالمية؟ ما أعرف يعني 20-30 بالمية يعني اسمها ضائلة ما أكو إضافات يعني إضافات اللي صارت على التجاوزات أكثر من الإضافات الرسمية والتجاوزات غير قانونية يعني العملية بمجملها أخطاء إدارية شخصيات غير كفوئة شخصيات غير مهتمة قوانين غير داعمة الترتيب عمودي وترتيب أفقي يعني أنت وزير ليش ما تتحرك على البنك المركزي؟ ديش يوم من التجئ للبناء العمودي بدل الأفقي؟ ما مشكلة بس التجئه بناء عمودي بناء أفقي والمشكلة الأكبر بس كبناء عمودي يومي حل من أزمة السكن يعني بناء مجمع السكني شكرا عمودي يوم تفعل ما أكو هو أنت تريدين الحل ما أكو بناء عمودي يعني جدنا يبنون بالسنة 100 ألف وليش إحنا من زيد هاي الوحدات؟ مو أحنا هذا المسؤول ليش ما يفكر؟ ليش ما يتحرك؟ هسا ما نريد يا بك كل سنة 10% من موظفي كنتيهم وحدات سكنية قعدت 4 سنين صارت 40% إجي الوزير الوراك هم يسويها حسنا ما طالبنا شغلة مستحيلة ما طالبنا كلكم عندما تجيكم شركات وهذا ما يحتاج لضمان يعني لو كل سنة يعني بنون مجمع سكني لمنتسبي وزارة التربية بالعراق كلها لمنتسبي وزارة الدفاع كل وزارة خصصها مجمع نعم يوم عندنا هواية قطع فارغة ليش ما يستغلوها؟ والله العشائر ما تقبل شونه دخل العشائر؟ هي ملكية عندها تجيك مسلحة وهي واحدة شابكة من لخ يعني دكتوري يوم على أطراف بغداد نشوف القطع اللي باقية فارغة ما باستفادة لا دولة ولا مواطن من عدد هذه يسمها العاصمة الجديدة من الرفيلة اللي كانت يوم المطار نعم هواء في شبك يعني مدى نشعر أكو جدية وزير الإسكان يا سيد وزير الإسكان السلام عليكم منتسبيك في جمهورية العراقية عدى الإقليبون ترجل كردي هاي ألم هاد سكنيما اعتمد على قروض البنك المركزي وهذا الموظف هو يكفل العالم ليش ما يكفل نفسه سواء عنده واحدة سكنية أو ما عنده إن شاء الله يريد إثنيا على قدراتها ويأخذ فلوس من أخوي ابني لا أنا من أتكون عندي يعني قابلي للتفكير وتكون عندي إمكانية الحركة هاي كلها تسهل وأسهل أسهل أزمة ممكن حالها هي أزمة السكن أسهل أزمة لأن عليها طلب وبعدين يعني صوري بتبني غرفة أنت بالبيت إضافية نعم شكري يريد إيش مواد هو يتكلف مواد يريد مو كلفة نعم أنا أريد 30% من المواد تشتريها من المنتج الوطني كم أعمل بمعمل شغلتي وتشم مواطن يشتغل صبري أنا أحتاج خمس ملايين ووحدة سكنية يعني هاي حلول لعد ليش يوم الحكومة مدد تتجيل هاي الحلول روحوا قلولها قلولها هذا أحنا دلنطي مقترح يا أخوان كخبراء اليوم ما قدمتوا مقترحات للحكومة عشرات المرات وشو نكردهم ولا حديث ما عنا اليوم الموظفين وصاروا ما شاء الله زادوا 750 ألف بهالممنازنة هذه وراح تصير قوة شرائية إضافية بالسوق وراح تصير الأمة كل أغير شيء كل بدون إنتاج تعالي على الوحدات السكنية اللي احنا نحتاجها جقد نحتاج الموظفين خمس ملايين موظف عندنا ست ملايين ثمان ملايين خاصصه لكل واحد بأحد السكنية تعالي وزارة التخطيط تطيني مستويات وزارة التخطيط تطيني مستويات ألف باء جيب على حجم الرواتب ما هو ييجي يبني ويخليلي ديكور شوية ويضرب بالآلاف الدولارات لا حتى هاي السيركات الاستثمارية اللي دا تضربوا بهالأرقام هاي وزارة التخطيط تطيني مواصفات أربعة خمس مستويات ما للبناء نعم وخلاص تحددت الأسعار ماكو ألفين وثلاثة آلاف دولار على روح وفي هذه شيء خلهم يضاربون شو ما يرجعون للأربعمية خمس ملايين واحدة سكنية للمنتسبين أو ثمانية إذا تجين تاخذين منها تتشترين تاخذين ثلاثين أربعين بالمية على قدر الموجود تاج محلي بس يصير هيك قانون ست ملايين مواطن يشتغلون بالصناعة صناعة تكميلية يعني شقدر يدلت خمس ملايين أو ست ملايين واحدة سكنية كم قلوب وتضربين في عشرة وخمسة عش أكيد يعني تحسبين الشوارع وتحسبين البيوت كم قطعة سيراميك خليج يبون خليسوون إغراق بالسوق إغراق ويجيبون بس أنا مصدر قانون يأخذ ثلاثين بالمية أو أربعين بالمية حتى لو تكون بشكل متسلسل ما يصير إنتاج وطني وأطلع كشف دعم لإنتاج الوطني راح تتم صناعة عندي نعم وأكثر أيدي تشتغل ملايين محل من أزمة البطالة كل جيت حلين كل جيت حل يعني جلو الواير ما نقدر نصنع تعرفين بالتريليون متر واير اللي دنا اللي خمس ملايين واحدة سكنية كم واير؟ رايحة رادة بالبيت وايرات أنابيبي إذا الوايرات مخفيفة لكني حلين بس أسعارها مبالغ بيها خلي سوون أسعار أنا هاي ما تهمني إذا بادرت الحكومة على إنشاء الوحدات السكنية للبواطنين شوفي ست يعني أنا أعيدها وأقول أنت وزير ومكلف لو معين ما معني نعم منتسبيك مئتين ألف منتسبي الوزارة اللخ خمسمئة ألف وزيرين ما يقدرون يروحون على هيئة الاستثمار ما يقدرون يقدمون طلب يقول له احنا دراسة عدهم متكاملة توزيع بالكرخ بالرصافة جدوب بغداد شمال بغداد بالأبار بالحلة بالبابل بالنجف تعرف عدد منتسبيك نعم أكيد عدد المحصائيات قطعة أرض رأسا تجي وزارة اللغة تسوي منك يعني عملية ما يريد لها ما أفتهم شلو الصعوبة اللي دي شوفوها بيها ما راح يخلون المخصصات من عدهم ما راح يخلي ولا فلس هاي جمهورية العراق كلها راح تجي شركات موظف هو دي يضمن الناس ما يضمن نفسه أكيد يكفي النفسه يعني دكتور يوم نشوف ارتفاع سعار العقارات أيضا بالإيجار يعني يوم أبسط إيجار دي يوصل خمسمائة ألف ست زيادة سكان كثرة الطلب صلوات على محمد كثرة زواجات ويريدون يقعدون وماكو وحدات سكانية إضافية دي يسوون مشروع هسا أكو فكرة دي يسوون مشروع واحد لأخ مثل بسماية هذا مشروع أنا أريد لي بالسنة 300 ألف وحدة سكانية 400 ألف وحدة سكانية وبهاي يصير خمس سنين يلا أقدر لأن أنا عندي زيادة سكانية تعال يا شريف كيف لدينا نمو 750 ألف ثمانمية وصحة يعني دكتور يوم عندك المناطق الشعبية يعني كل بيت تقريبا بخمس شباب من زوجين هم وزوجاتهم واطفالهم هذولا هذولا كل موظف أكو أمكانية أن طي وحدة سكانية زائد أي عامل أي عامل يشتغل بالقطاع الخاص وعنده ضمان نعم هاي إضافة للدولة أي عامل عنده ضمان رح يكفل الضمان بس اليوم هو يعني قطاعات خاصة ما بها ضمان هاي صوش لماكو تثقيف مو صوش الضمان إحنا 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 كمعنيين ومعينين ومسؤولين يعني شنو بيدنا اليوم ممكن نسوي ستعثق في العالم تعال خلي خلي هسا يطلع قرار أي واحد يروح يسجب بالضمان ويدفع القصط وراتبه منستمر زين أمطيوها لسكني باتش يصير ازدحام بس منو ينتبه لها منو يفكر بيها ماكو عشرات المرات هاي عملية شراء 30 أو 40 ونبدأ بالخمسة بالمئة لأنا الآن ماكو متاج وطني نبدأ صباغ الحديثة القهرباء غيرها هاي الوائرات الأنابي ملايين الأمتار إذا مو مليارات أنا أبي بواري نعم هاي الحالة شنو اللي يصير يعني وبعدين ما تنحل أزمة السكن بسهولة ما راح تصير الأزمة السكن اللي صارت بال39 وسولت هذه على محسوبة على العدد ثم إذا تمكنت وصارت عندي هذا الانتاج والانتاجية بالسوق أنا عليش أبخلي مثل السوق صدر الدول الجوار كلها صدر الأي جهة كلها معامل لإنتاج القلوبات وكل يوم إحنا معامل لإنتاج هسا بسامير وبراغي ما عدنا معامل للإنتاج بلكات هاي اللي فيوزات الأصغار بالبيت دقام هاي جهت إذا 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 يقولون أكو ثمت ألاف مدرسة إذا تبني المدرسة ألف مدرسة حسبيلي حسبوها كم باب كم شباج كم أكيد رح يصير زيادة الطلب على أسواق لما يكون سلعة منتجة نظيفة ضمن مواصفات قياسية وزارة التخطيط تختلف عن المواصفات القياسية اللي جاية منبر ما حدروا عني يشتري أجنبي لكن أنا عندي قرار 30% يجب أن تأخذ من السوق المحلي وبمستندات وأتابع الضريبة لأن هذا اشتغل ضريبة عليه ما علي ضريبة وأطبقها كلها إذا جاءت فحصت وشركات تجي تفحص تمام استخدم 30% بالعقد أقول له يستقطع منك 30% من المبلغ يعني دكتور الحلول سهلة بس شنو فائدة اليوم الحكومة ماذا تعمل بها؟ أقول ما سأسوي حكومة ببحدي وهذه الحكومة قاعدة وهذه وزراء وزير الإسكان وزير التخطيط مشكلة وزير التخطيط وزارتين معني التخطيط والإسكان وزير التخطيط يدلقى 5000 واحدة سكنية وزارة التخطيط ما عدا فروع بره يعني دكتور من 2003 إلى حد هذا اليوم أقول الحكومة عزة أن ترسم خطة أو تضع خطة لتفادي أزمة السكن والله خلي علوني الإجارات اليوم بالنار عندك الأسعار العقارات بالنار كله كله أبسط منطقة اليوم سعر المتر ألف دولار كلها هذه عملية مجرد الإعلان عن هاي الخطة اللي قتلت عليها مجرد الإعلان وشوف الهبوط هذولي ليش داي يسوي المتر بألفين لكتال تالاب دولار أو خمس تالاب أو سبعة نعم وزارة التخطيط تقول لها عندك هاي أربع أربع مستويات مال بناء ما تتجاوز عليها كلفة المتر مال بناء هلقد أنا عليش أبخلي وزارة التخطيط وكبرها وشطولها وموظفيها وزير وكلاء ومستشارين أنت تاجر نعم رح أخلي لك عشرين بالمئة ثلاثين بالمئة ربح أكيد يعني هم اليوم دايش يشجعون عدم الالتزام الجهات المعينة عدم معرفتها عدم إمكاني هس أكو عدن بالمحة زينا اليوم ليش ما سوي قانون يعني أحدد أسعار الإيجارات وأسعار العقار أسعار أحدد لسبب أنه كل واحد يريد يبني بكيفة لكن من أحدد البناء الإيجارات بيها مجال أن ترتفع وحسب الطلب كذا بس إحنا ما عدنا طلب فعلي ست إحنا عدنا عشرين بالمئة خمسة وعشرين بالمئة وأزيد دخل مخفض أو معدوم منين يجيبني طلب على البناء يعني دكتور يوم قلت لك أبسط راتب اليوم مثلا نقول مليون هو مأجر بخمسمائة تبقى له خمسمائة هو عنده عائلة عنده مولدة عنده أمترمية عنده أطفال بالمدارس حتى المليون ونصف ما يقدر يوفر له حتى المليون ونصف راتبة كان متزوج أو حتى إذا ما متزوج من يريد يتزوج مكملاته وعلى ما يريد يهيئ يوم أيضا ده نشوف المشاكل العالية ده نصف يعني أكثر من شاب قاعد نفس البيت أكيد ده زيد حالات الطلاق مو بس حالة يعني أنت دعينا عن الطلاق الرسمي اللي روح يوصل نشوف الانفصال وكل من قاعد ببيتها وقاعدين بالبيت وما حضلها غرف باللاخ وكلها أكو من يستر على نفسه وما يتطلق بس خراب خراب ومن يتحملها هاي اللي جدتي مرة 2003 لا صورة ولا تشتوقة ما أكو هاي وحدة من عشرات المشاكل الاقتصادية الموجودة لكن هاي أسهلها يعني عدي عشر معامل ما سمنت بس يصير هذا القرار أكو إمكاني أن أسوي عشرين معمل أنابيب كتل كوكريتية شبابيش هاست البيت شبابيش أنا ليش كلها مستوردها أريد دعم القطاع الخاص أنا أقدم ثلاث مقترحات لمزاة الصناعة نعم كل مشتريات الدولة موظفي الدولة اللي هم ثمان ملايين موظف كل مشترياته بثلاثين إلى أربعين بالمئة من السوق المحلي زي دقول لي لي هاي شو ما تكون عندش صناعة الشغلة الثانية الوحدات السكنية اللي منتسبي دوائر الدولة ليش والعامل المسجل بهيئة الضمان هذولة يأخذون وحدات سكنية هم مضامنين العالم يضمنون نفسهم فهذه الحالة ويقوم يشتري من السوق نمل عندي الاقتصاد بشكل حتى ما تدخل الحكومة راح يشتون القطاع الخاص وينمي خلي جيبون استيرادات يسدون السبعين بالمئة خلي تزير أكثر لكن أنا عندي قرار يقول 30-40% تدريجي يصعد مع ازدياد الصناعة الوطنية أكو صناعات ما أقدر أدخل بيها بس اللي يمكن 15 صناعة تدخل فيها يعني خمس ملايين اللي دل 30-40 مليون شبات نعم دكتور دوريس خليكوا يعني نضمع الآن الأستاذ قاسم هادي الخبير العقاري حياك الله أستاذ قاسم حياك الله أستاذ قاسم أهلا ومارحبا بكم حياكم الله أبوك إن شاء بكم أستاذ قاسم يعني تطرقنا أهلا ودكتور جريد على أزمة السكن اليوم عرفنا شنو الأسباب برأيك اليوم شون الحد من هاي الأزمة المتواجدة حاليا بسم الله الرحمن الرحيم أزمة السكن هي أزمة متجذرة ومتأصلة في العراق هذه الأزمة بدايات أعمرها أكثر من نصف قرن في بدايات القرن الماضي العفو أنا الصوت جاي يرجع عندي بذاك خلال مشكلة بالصوت نعم أستاذ قاسم أنا أسمعك صوت واضح عندي المشكلة يعني من عندك نعم تصدر أكمل حديثي بس جاي الصوت يرجع عندي صدر نعم نعم الآن هسا تمام الصوت أستاذ قاسم نعم كما قلت لك أنه تمام هسا الآن الصوت هذه الأزمة هي متجذرة وترجع جذورها التاريخية إلى سبعينيات القرن الماضي أزمة عمرها أكثر من نصف قرن كثير من المشاكل والمعوقات التي جعلت هذه الأزمة تتفاق ما قبل 2003 كانت لدينا أزمة في قطاع الإسكان ما يقارب مليوني وحدة سكنية والآن ما بعد 2003 نتيجة الإهمال في هذا الملف نتيجة الجهات المسؤولة عن هذا الملف لم تقوم بواجبها وبدورها كمؤسسات في أداء واجبها في تجاه الإسكان والسكن وقطاع الإسكان هناك الزياطة المطارة في أعداد السكان عدم موجود خطط مستقرة ومستمرة وثابتة في الإسكان كل هذه العوامل أدت إلى هذه الأزمة ونتائج أخرى أيضا أضافت هذا الأمر الهجم من الريف إلى المدينة التركز في مدن دون أخرى نتيجة المدن التي تحمل سمة سياسية وسمة اقتصادية أو سمة إدارية أو سمة دينية نعم أستاذ قاسم وين دور الحكومة تجاه كل الهدي يصير؟ الهجرة اليوم النمو السكاني اليوم ارتفاع الأسعار ما شفنا دور للحكومة من 2003 لحد هذا اليوم شون يخلي حكومة عراقية عازة اليوم بإيجاد حلول؟ جميع الحكومات في بداية الثمانينات إلى تقريبا هو فترة التسعينيات هذا العقدين كانت الدولة مجغولة بالحروب حرب العراقية الإيرانية واشتياح الكويت وحرب التحالف الدولي على العراق أصبحت مجهودات الدولة تتركز على المجهود الحربي وأهملت كافة القطاعات وقطاع الإسكان هو صنال الحظ الأوفر من هذه الأزمة والإهمان ما بعد 2003 للطرابات السياسية والسوء لإدارة والفساد المالي والإداري هو أيضا أكثر بصورة مباشرة على قطاع الإسكان ماذا ندرب المواطن اليوم قاعد بأبسط إيجار 500 ألف يعني هذا يعود إيجار رخيص وتشوف مثلا بيت تعبان أو اليوم الشقة اللي ساكن بها تعبانة 500 ألف زين هو راتبه مليون اليوم المليون شي كفي واليوم هاي ناس يعني رواتبهم مليون كناس يعني رواتبه 300 ناس 500 ناس 750 يعني حسب الدرجات الوظيفية نعم بالنسبة للإيجار أو توفير السكن أصبحت اليوم العائلة أن راتب الزوج أو الزوجة أو أحد أفراد العائلة هو معظم هذا الإيراد أو الدخل للعائلة يكون هو يتوجه لتوفير السكن والإسكان أغلب الرواتب هي 500 ألف و400 أربع أغلب الوزارات يعني هم الرواتب للمليون دينار قليل يعني يا ريت مليون وحتى الأفراد مليون لازم أنه هذا عالميا أو هذا نظام عالمي والنظام أنه مجدي أن تكون سكن العائلة لا يكلف أكثر من 30% من الدخل يعني إذا كان راتب مليون لازم أعلى نسبة إيجار هي 300 ألف دينار طبعاً إيجارات 500 ألف ما موجودة في بعض المحافظات في محافظة بغدادة والمحافظات التي تركز بها نسب سكانية عالية الإيجارات مرتفعة جداً يعني الإيجار مليون 800 ألف وهي يعني شقق سكنية لربما لا مساكل فعلاً واليوم كلها بالدولار دي حجور أصحاب العقارات ما شاء الله ما متوفر نعم نعم المواطن يوم شونه ذنبه شونه يتفادى هذه الأزمة هذه الأزمة حلولها بيس بيد المواطن ولا يمكن للمواطن أن يتفادى هذه الأزمة على المواطن هو أن يعيش واقع ويكيف نفسه مع هذه ولكن اليوم ما تب الدولة أن تقوم بوضع خطط في قطاع الأسكان الاستثمار في قطاع الأسكان إشراك القطاع الخاص بصورة فاعلة وجدية يجلب رؤوس الأموال قطاع الأسكان يوفر إرادة اقتصادي جيد للدولة يعتبر رئيس قاطرة لمجموعة قطاعات يحرك الزراعة والصناعة والتجارة كلها مرتبطة بقطاع الأسكان يمتصنص معالية من البطالة وأيضاً هو توفير السكن هو حق دستوري في المادة 130 من الدستور فهذا واجب الدولة أن تتبنى هذا الأمر وتتبنى هذه القضية بالسريع العاجل فأكيد ما يحسب معاناة يوم المواطن الفقير اللي ما عندها أمكانية وناس يوم راتب رعاية ما عندها الدولة والمسؤولين في الدولة مع الأسف يهتمون في قطاع الأسكان والسكن ووضع المواطنين في فترة الانتخابات والدعاية الانتخابية نرى هنا وهناك تناثر أكوام السبيس وأعمال الحدل والأعمال الترابية والوعود بتوفير السكن والأسكان ولكن حينما تنتهي ما نرى إلا مشاريع أسكانية على الورق المشاريع القائمة حاليا هي تحارب من جهات نافذة وفاعلة وتؤدي إلى تعطيل هذه المشاريع مما يؤثر سلبا على حياة المواطنين أزمة السكن في العراق لها تأثيرات سلبية كبيرة أثرت تأثيرات بالقطاع الأمني وتأثير بالولع الاقتصادي وتأثير بيئي بصورة مباشرة تأثيرات اجتماعية في الولع الاجتماعي هناك نسب عالية ومرتفعة سببها أزمة السكن الإشكاليات التي تحدث بين العوائل ما بين زوجة الإبن والأم هذه كلها تتأثير المشاكل نتيجة الاحتكاك والزخم السكان في الوثات السكنية فيحدث مشاكل اجتماعية ومشاكل بيئية نعم اليوم شون تلافى هذه الأزمة الحالية؟ ما هي الحلوة لبناءك؟ كل دول العالم توجهت إلى الاستثمار في قطاع الأسكان يجب إجراء بعض التعديلات على قانون الاستثمار في العراق يجب إجراء بعض التفاصيل على التغييرات أو التعليمات التي تخص الاستثمار في قطاع الأسكان هذه أمور مهمة الآن الدولة تمنح الفرص أو الاستثمارية قطاع الأسكان ولكن القيود غير مناسبة وغير ملائمة يصبح المستثمر هو من يتحكم بصغر الوحدات السكنية مما تكون هذه الوحدات السكنية أسعارها مرتفعة جداً وتكون خارج نطاق خدمة أصحاب الدخول المتوسطة وأصحاب قليلية الدخول نعم استاذ قاسم تعرفنا على الأسباب والحلول هي قد تكون سهلة يعني اليوم الدول المجاورة هي أفقر من العراق لكن رغم هذا ما عندها أزمة السكن أو أزمة قليلة لأن أغلبها تجأت للبناء اليوم الأفقي لكن العراق بالحديث ينتج لهذا البناء اليوم ليش ما يفضلون البناء العامودي شنو أسباب في بدايات القرن المنصر أو بدايات هذا العقود الأولى من العقد الأول من هذا القرن كان المواطن يتجنب السكن في الوحدات السكنية العمودية الآن أصبح الثقافة للمجتمع والحاجة للسكن الحاجة الملحة والتعاظم الطلب على الوحدات السكنية صار المواطن اليوم العراقي لا مشكلة لو أن يسكن في الوحدات وخاصة أنه حدثت تجارب في السكن العمودي وسكنت بعض العوائل ومواجهة مشاكل توفرت خدمات توفرت مجموعة من البناء التحتية الرصينة والجيدة فما عندها المشكلة اليوم اليوم العراقي صح أننا مجتمع نرغب بالسكن الإفقي ولكن هو مكلف وكلف مالته عالية من ناحية البناء التحتية من ناحية المواد المستخدمة يعني يكون البناء العمودي هو الحل الأنفل والأسرع لحل أزمة السكن في العراق كحل مؤقت نحتاج سنويا من 200 إلى 250 ألف وتسكنية هذا عدد كبير لدينا زيادة في أعداد السكن ما يقارب مليون إلى مليون و250 ألف سنويا هذا رقم يحتاج إلى أعدادات جيدة ورصد وخط رصينة أن تحل هذه المشكلة نعم أستاذ قاسم خليك أنا أرجع وإيه دكتور دوريد دكتور دوريد يعني الخطة اللي ممكن اليوم ترسمها لي الحكومة ولا تكلمنا بيها نعم يعني الحكومة عدث 8 ملايين موظف رأسا كل وزير يتهيأ لأنه يبني لمنتسبي هذه الخطة ولا أكو أبسط ولا أكو أسهل منها إذا الحكومة إذا رئيس الوزراء ينطي عهد لأن راح يوفر الأراضي يأخذ الأوراق وتروح طلع رئيس الوزراء السابق الكاظمي ماكو القبل عادل عبد المهدي ماكو العملية لا تحتاج مقترحات وفر الأرض عندك أنت من يشتري فورا بدون دفعة أولية بدون قصة أولي رأسا يستقطع منها مجرد أن يسجلوا الراتب الوحدة السكنية بإسمها وعدد المنتسبين 8 مليون يعني دكتور يوم أغلب المجمعات يردون مقدمة بالنسبة للشغل هذا القطاع الخاص نعم أنا دولة زي اليوم هواي ناس ما بتعينها أو ما عدها وظيفة بالدولة أحنا قلنا أحنا قلنا وظف الدولة زائد العامل اللي يشتغل ودافع ضمان زي عندما صر الدفعة الأولى ويأخذون 30% من المنتج الوطني راح تسغل الناس وراح يسجلون ضمان في سبيل أن يحصل زي المواطني اليوم اللي لا يشتغل بقطع خاص ولا قطع حكومي عامل اليوم ولا يحصل البيت زي نحن نريد الخطة حتى نحل الأزمة الخطة هيئي للأغلبية هذول راح يجلون يشتغلون على المنتج يعني دكتور ممكن هاي الشريحة أكثر شريحة متضررة لأن يوم إيجار ما يقدرون يأجرون بسبب ارتفاع الإيجارات هو ليش انتشرت التجاوزات ليش انتشرت يعني التجاوزات ترى 20-25 متر بعد السكنية إلى 150-200 وأكو بالتجاوز بـ 70 مليون و80 مليون و150 مليون بناء بيت كلفته هذا بالتجاوز بالتجاوز نعم فأنتي الآن يقول لك عنه وين أطلع برة يعني الحكومة لا حلت موضوع التجاوزات ولا حلت حسب منتسبيكم أنت إذا تحلوا منتسبيكم تجي العالم تلقي لها أي طريقة أخرى يعني أنت رجل عامل حتى العامل الاعتيادي إذا سجل بالضمان يوفر له بالشهر عشتالاف عشرين ألف يودعها بالضمان هاي نسبة مئوية الضمان يضمع يعني إذا عشرة أو عشرين ألف مثل ما ذكرت حضرتك يعني سنويا أجلتك ونحصائية تشتري له الشقة ما يكون ما تشتري له لأن كل شغلنا بالأقصاط للموظف براتب يشتري شقة يعني كثيرا عندك أبسط قصط يعني تقريبا أربعمية ويا الماء والتهربة كل كل هاي أول ما يدفع قصط صارت له واحدة سكنية نعم بنية الواحدة السكنية يجي سكن بيها والإيجار اللي يريد يدفعها بره راح يصير إيجاره قصط زين راح يصير قصط يسدد هو ساكن أكيد راح تحتاج فترة زمنية لغرض التغطية يعني برأيك إيجارة فترة نحتاج يعني إذا أكو جدية بالعمل غير ما تطول أربع خمس سنين مستحيل زين وبرأيك إذا الخطة مشت أو الحكومة مشت على هذه الخطة اليوم ممكن إنحد من أزمة السكن سعار إيجارة خفض والعقارات مئة المئة لأن كل الكل راح يشعر أنه أكو عرض ضخم وطارئ راح ينزل للسوق نعم مو من شركات استثمارية نعم فالدسمة سريعة بس بيها يعني صعوبة على الوزراء وصعوبة فهمها دي الشيوم إحنا ما عدنا خبرات وكفاءة أسوينها من ديسمعها وين كفاءة من من ديسمعها لا يعني كوزراء اليوم يا شيدتي هذا الموجود عدنا معينين وليش ما دولة المعينين وهم اللي يشتغلون ماذا يشوفون يعني ليش بزمن عادل عبد المهدي وبزمن الكاظمي ما نطلق قانا باكو قرار توزيع وحدات السكن اليوم أو قبل السبوع وزير التربية يريد يسوي لكل منتسبي وزارة التربية وحدات السكنية نكتور نحن ما نريد بس كلام نحن نريد فعل على أرض الواقع نحن دا نحكي دا ننطي حلول 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 يعني اليوم هو حتى دا وزع قطع الأراضي هاي القطع مرادلها بناء طبعا مرادلها مواد إنشائية اليوم للبناء شركات استقدمها يا بقى هو هذا أنا أضمن تضمن وزارة التربية ووزارة المالية قبل ما توصل الراتب يستقطع يتخلى في حساب الشركة اللي دا تنفذ شين يقولوا يريدون تشتغل 10% 15% يلا تجي تسحب فلوس بعدين نقوم تشتغل بفلوسنا قوم تجي تشتغل بفلوس المنتسب الموظف نعم على ما تحديل على ما تحفر على ما تعدل هو دافع لأربع خمس أقصار يعني هاي العملية حساباتها بسيطة تعاملاتها بسيطة وما يريد لها الله وكيل ما يريد لها حتى تعب فكري شون يسموه دربة العميان برأيك أزمة السكن يعني أزمة مفتعلة لا ولا ما مفتعلة أزمة سوء إدارة أبدل ما مفتعلة بس ما أكو يعلي يعني سوء إدارة من ألف وثلاثة لحد هذا اليوم ما أقوله ما يجي السياسي ما يجي مسؤول شوية عقلة شغل يحل أزمة سمعنا ألف سالفة بس شفنا سالفتين صبر أكبر مجمع بس ماية وهسا يعني دير يدوني سوها راح يسوي واحد لا مثل بس ماية ليش العراق بس مغداد دا أكيدو بالنسبة للمحافظات ما بيها تلا تشوفين الشمال ترى الشمال كل ملك للمستثمر نعم تروحين هسا بالشمال ترى لكي عشرات المواطنين ما عندهم واحدة سكنية عندك يوم مناطق الجنوبية أيضا عندها أزمة السكن مو بس كل العراق شمالة لي جنوبة أقليمة ومركزة نعم كل بيها أزمة السكن يعني شو نتريد تطي راتب للرعايات الاجتماعية وما تفكروا لهم بواحدة سكنية يعني شو نتريد زيد رواتب شو نتريد يعني سمعنا أكو واحدة سكنية بالموضوع دا بالموازنة ما سمعنا واحد ما عنده راتب أو مواطن فقير اليوم عالطال بطال انطلت الحكومة واحدة سكنية أو فرت لقطعة ما لازم تنطي ترخص بعملية بناء بناء أنت إذا كل محاق كل وزارة تبني إلى عشرة آلاف كل وزارة نعم عمي شركات العالم يعني دكتور دا نشوف اليوم الجمعيات الخيرية الناس المتطوعة دا تلم تبرعات من ألف دينار من عشرة آلاف دينار دا تبني مجمعات سكنية دا تبني دور سكنية دا تبني عالطال الفقراء العراضي بالناصرية بالناصرية نعم وبابل يعني شباب وشنو هاي المواطنين ما ألف دينار جاب سيارتها الخاصة وذب لخمس جاس سمنت جاب جاب وايرات جاب جاب دارزين قلوبات ما بالضرورة فلوس هاي الفلوس يعني صارت شوفوا الاندفاع المواطن المواطن العراقي نعم نفاع رائع هي عند غيرة بغرض المساعدة وما حد يعرفه هي هاي الغيرة الوطنية هاي الوطنية هاي الوطنية نعم هذا الانتماء هذا يسمون انتماء إذا مول الوطن ولد المحافظة وهو كلهم واحد بس مو أجي أنا أقعد أخصص لفلال محافظة لا فلال محافظة أي وهذا الوقف الشيعي والسدي ثمانمية وخمسة عشر تريليون شرعي تأمون بها نعم دكتور خليك أنا انتقل بإستاذ قاسم استاذ قاسم عندنا اليوم هو قطع أراضي فارغ الحكومة ما مستغلتها بصورة صحيحة برأيك اليوم ما هي الحلول لإستغلالها قطع الأراضي العفوان تقصدين قطع الأراضي اللي هي يعني المملوكة المواطنين أو قطع الأراضي اللي هي أساسا مملوكة للمالية أو بعض الوزارات لبعض الوزارات عندك اللي تقع على أطراف بغداد نشوفوا هواي مساحات فارغة اليوم ما مستغلتها الحكومة ليش يوم ما يصير بها مشاريع ليش ما يوزعوها اليوم للموظفين نوزحها اليوم للمواطنين اللي ما عنده سكن ننطي قرض قرض تكون ميسرة يعني ماكو صعوبات بيها اليوم اللي كفير واليوم ينطوه نص القرض وبعدها يطلعون تكشف ويشوفون إيش قد بنا يعني هواي علاقة نشوفها نعم احنا هي مجموعة من المشاكل اللي تعوق هذا الأمر وتعرقل من العملية القطع اللي تابع الموجودة بأطراف بغداد الشهوية وبعض المحافظات يتابع بعض الوزارات والوزارات أكيد اعتمشارية والتخاطف بين الوزارات لحل هذه المشكلة يعني يحتاج وقت طويل اليوم نعم 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 الشيء الحافظ الأكبر هو المستثمر القطاع الخاص هو أساس حل المشكلة أيضا هذا يواجه معاناة ومشكلة كبيرة في استحصال الفرصة الاستثمارية هذا ما راح يجي يلقى الفرصة الاستثمارية بهئة الاستثمار عن طريق النافذة الواحدة أو عن طريق المؤسسات ذات العلاقة اللي مرتبطة راح يأول مرة يأخذ جولة متكاملة في الاقطاعيات السياسية والاقتصاديات السياسية ومن ثم يتحول إلى الروتين الإداري والفساد الإداري ويداخل المؤسسات الرسمية الحكومية هذا يعرقل ويسبب كلف عالية على المستثمر هنا عدنا مشكلة مع القانون الاستثمار أنه المفروض يفرض أنه المستثمر لا يكون يتحكم بالفرصة الاستثمارية بصورة كاملة وبطريقة تجارية صرفة لازم تتحدد لأن نسبة 30% أو 40% هي تكون إليك تجاريا والجزء الأكبر لازم تبيحها بأسعار مدعومة حتى تكون سهلة وممكن أن الأصحاب الدخول المتوسطة أو الدخول المنخفضة أنه يقدرون يشترونها أو يكون قريبين على شراه يعني يكون عندها المحاولة سهلة الآن كل الوحدات السكنية بالمشارع الاستثمارية هي لا تشمل الطبقة المتوسطة ولا الأقل منها ولكن هي لأغلب أصبحت حصة المضاربين وأسعارها ترتفع بزياد وأسعار الاستعجار مالها غالي يعني يوم عندنا الطبقة الفقيرة أصنعها طبقة منسية ما حد يفكر بيهم منهم الله لا لا حتما منسية وهي أنه أكو طرق أخرى إحنا إذا ركزنا على آلية تمليك العقارات أنه لازم ثقافة التمليك هاي مشكلة يعني إحنا كيف نملكه أن ما نقدر نملكه هذا هو راتبة 300 ألف 400 ألف دينار 600 ألف دينار اليوم أسعار منطقا اليوم أسعار المواد غالي تبنيه داخل مركز العاصمة مراكز المدن هو مكلف يعني ما ممكن نتمليك هذا كلا تكون عبع على جهب المواطن وإذا أردنا نقصتها على أصحاب الدخول المتوسطة وأصحاب الدخول المكافضة هاي راحة أقصاتها يعني لازم تكون مدة 40 سنة يقدر يسدي الوحدة السكنية فهي أكو طريقة لازم الدولة تستخدم مؤسسات غير ربحية في عملية البناء والدولة تدعم بعض الوحدات الشكلية يكون سعرها مدعوم أو تكون عائدية تتقل الدولة لأن أنا مثلا أو حضرتك إذا ردت أنتقل من محافظة المحافظة أو ردت أنتقل من مكان إلى آخر وأني أحتاج سيارة أنا ما عندي سيارة أنا مجبور أشتر السيارة أنا أستأجر السيارة وأستفيد من خدماته وأنتقل للمكان الآخر أنه المشكلة ثقافة التمليك هي محبطة بالنسبة للمواطن العراقي وهو صاحب دخل محدود وصاحب إمكانيات بسيطة وصاحب راتب ثابت بالدولة العراقية والراتب ما تتغير والحياة التي تتطور وتكنولوجيا والوضع الاقتصادي يتغير وكل المواد شهدنا خلال هذه الفترة سنتين وثلاثة ارتفعت أسارها عالميا فهذا العمل أنه لازم الدولة تعمل على إيجاد وحداث سكنية مدعومة مدعومة من ناحية سعر الإيجار أو مدعومة من ناحية سعر البيع أو تبقى ملكتية فعادة للدولة والمواطن يستفيد منعتها ويسكن بها مدى حياته وهذه سابقا كانت موجودة بالجمعيات الأسكانية أنه كانت موجودة عقارات تابعة للجهة الفلانية أو تابعة الوزارة والموظف ساكن بها يدفع إيجار رمزي مدعوم والأمر ماشي ويعيش حياته طبيعية جدا وبالأخير تملك وبالأخير عملية بالأخير تملك مصحيح لربما هو هذا الساكن بها في 20-30-40 سنة جزء استفاد منها وجزء صار يمتلك وحدة سكنية أو انتقل العائلة مثلا صارت تمزيجات وكبروا الأولاد وهو توفى تبقى للدولة يستفيد منعتها مواطن آخر أنه ليس عملية تمليك باستمرار هي ثقافة تمليك صار لها ضرر جدا جدا في قطاع الإسكان وعزمة السكن يجب أن تكون هناك مجموعة من الوحدات السكنية السابقة ولاحقة أنه تبقى ملكية للدولة أي مواطن مستحق وضع ضعي إمكانياته غير قادر أن يدخل ينافس أو يشتري المشاريع الاستثمارية كوحدة سكنية غير قادر عادة في أقصاتها هاي هي تكون الحل أن تحل المشكلته يعني موجودة المشاريع الاستثمارية ولكن أقصاتها غالية إذا أخذت قرط أسعار مبالغ بها يعني صراحة أسعار غالية وهي أيضا أساسا ارتفعت المواد عالميا وكل شي صار غالي يعني شنو اليوم شوق قب مجمع ب300 مليون أو 400 مليون ولعنده 300 إلى 400 يروح يشتري لبيته يفضل السال فعلى شون يشتري لشوق قب مجمع يعني أستاذ قاسم 300 ألف دولار 400 ألف دولار أصلا نعم يغلب بالأسعار شكرا لك أستاذ قاسم هذه الخبيرة العقالية شكرا ضمامك يوم أنا أكيد نورتنا تحياتنا إليك وشكرا إليك دكتور دوريش شاكر خبير الاقتصادي تحياتنا إليك دكتور وصلنا لكم مشاهدينا إلى ختام حلقتنا لهذا يوم تضيم غضي إن شاء الله وحلاقة جديدة مبرنا مشكم المعتبة تحياتك وتحياتك أسكاد عامل اشتركوا في القناة